اشتركوا في القناة والشكوة والبنك والارهاب والاشياء هاي يعني حابيني يستفسروا عن الموضوع في نهاية الحلقة ان شاء الله رح احكي بالتفصيل شو اللي صار طبعا اليوم توقعتنا اليوم الاربعة 15 كانون الاول ديسمبر القمر موجود في برج الثور اليوم مستقر تماما هو في منزلة الثرية الان في تمام الساعة وحدة وتسعة عشر دقيقة من صباح اليوم الاربعة القمر رح ينتقل لمنزلة الدبران منزلة الثرية جيدة تنفع للبدء بكل شيء جديد وغير مناسبة لاظهار اي شيء ومناسبة للسر والكتمان واخفاء الامور منزلة الدبران هي سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد في هذا اليوم بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الثور فالابراج كلها بتميل او بتشعر بالحذر اكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز مثلا اما بالنسبة للزوايا البطيئة فطبعا اليوم رح نحكي عن زاوية جديدة دخلت من ضمن الزوايا البطيئة بتأثيراتها طبعا هي بلشت تأثيراتها ذروتها هي يوم عشرين اتناعش ولكن هي من اليوم ليوم اربع وعشرين اتناعش تأثيرها قائم الزاوية هاي زاوية التزديس ايجابية بين الشمس وبين المشتري بتدفع بحضوضنا بصورة عامة على المستوى الشخصي والنفسي والاجتماعي والمهني يعني بتعطينا طاقة حضوض حلوة كثير اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين نبتون وهاي طبعا صارت ذروتها الآن هي في اواخرها اليوم اخر يوم لتأثيراتها اللي هي حكينا عنها تربيع بين الشمس وبين نبتون يوم خمسة عشر اتناعش اخر يوم لالها بيكون بتأثيراتها هاي اللي بتخلينا شوي نعيش في عالم وهمي من نسج خيالنا بعيدة عن الواقع بيجعلنا شوي في عنا نوع من انواع الحدية والعصبية شكاكين غيرة خيالنا الخصب بيعملنا اي شيء مش منطقي او مش عقلي طبعا حكينا انه هاي الزاوية الها تأثيرات عنيفة على الامور اللي الها علاقة بالسوائل الها علاقة بالبحر الها علاقة بالسفن بالبواخر الها علاقة بالفيضانات بالطوفان بتسرب الغاز التسمم الجماعي ارتفاع اسعار النفط طبعا هاي الزاوية هي تأثيراتها على هذا الشيء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس المنفصلة وهي زاوية ايجابية بين الزهرة وبين المريخ وهي تأثيراتها لغاية يوم تسعة عشر اتناعش بيسود جو عام من الود فبيسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي طبعا مستمرة لغاية يوم ثلاثين اتناعش لانها راح تتشكل مرة ثانية حتى لما بتراجع الزهرة راح تصير كمان مرة نفس الزاوية تتشكل فعشان هيك مدتها طويلة الزاوية هاي بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابيا ناجحة ايجابيا لانه هاي زاوية ممكن تدعم العلاقة وتعززها اكثر فاكثر ولكن العلاقات الضعيفة بتخلي بعض الاشخاص يندفعوا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبيين وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وهذا الشيء ممكن يسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية هاي الزاوية يعني تأثيراتها اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية التربيع سلبي بين زحل وبين اورانوس وهاي مستمرة طبعا لغاية يوم 13 واحد هاي بتخلينا شوي مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات لها علاقة طبعا بالأحداث الطبيعة بكعواصف مدمرة زلازل سقوط طائرات او اشيء العلاقة بالطائرات بسيء كالحديد بتدل على اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل يعني الزاوية اللي تأثيراتها اليوم قائمة وهدولة الزاوية رح تكون في ساعات الصباح معناته طول النهار يعني طول فترة الصباح وفترة النهار تأثيرات هاي زوايا قائمة الزاوية الاولى زاوية التربيع سلبي بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام ساعة 34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب وعراقيلة بتطلب منها ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة للمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي هو منطقة الرقبة يعني العنق الحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين تفاحة آدم هاي المناطق هي الاكثر حساسية عشان هيك بدنا نوفر لها العناية اللازمة طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية بالنسبة لليوم بنصح بالعمليات الجراحية الضرورية يعني المضطرين للعمليات الجراحية يعملوها العمليات التجميل ما فيه اي مشاكل يعني لا للحق ولا للجراحة صحيح انه تأثيرات الزهرة بتراجحها بلشت يعني بلشنا نشعر فيها الا انه ما زال زهرة سعيدة فبتعطي ايجابية على عمليات التجميل ما بنصح بعمليات الجراحة للأعضاء اللي ذكرناها اللي هي الاكثر حساسية لا يصلح اليوم هذا لازلت الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا طبعا اللي باخذ المطعم اليوم جسمهم بكون اكثر حساسية لدى التعب او الارهاق او ارتفاع درجة الحرارة فعشان هيك هم بحاجة اكثر من غيرهم بياخذ له براستيمول او بنادول كخافض حرارة وكمسكن يفضل انه يتاخذ عيار الف يعني حبتين خمسمية او حبه الف كل ست ساعات لمدة ثلاث ايام وفي نفس اللحظة انه البيبي اسبرين يعني الى الاشخاص اللي عمرهم فوق الاربعين سنة بالنسبة الى القمر بما انه موجود في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس 16-12 بيبدأ في تمام الساعة اربع وثمان دقائق بعد العصر وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة مساءا لينتقل القمر لبرج الجوزة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب 11 يوم في تمام الساعة 12 و13 دقيقة ظهرا بيصبح 12 يوم نسبة الاضاءة 85% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 سعيد بنسبة 45% القمر في الثور حتى يوم 16-12 يعني اليوم هو منتحس بنسبة 40% عطارد في الجدي حتى يوم 2-1 سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء المتأخرة بترتفع النسبة هاي كمان شوي الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 45% المريخ في القوس حتى يوم 14-24-1 منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحود حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% إبلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بيحمل معاه فرصة أو فرص مالية بتكون مفاجئة وممكن تدخل تحسين على ميزانيتكم طبعا الفرص هاي بتيجي عادة من عمل إضافي فعشان هيك بدكوا تجتهدوا لتحصيل على هاي الأموال فترة غنية بالأمور أو الفرص ولكن بدك توظفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا أكثر لا تضيع الفرص عليك حاول أنك توظف طاقتك الدهنية البناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات حاول أنك تناقش بوضوح برضو في نفس اللحظة حاول أنك تبعد عن المصاريف المالية اللي ما إلها داعي برج الثور ثقتكم بأنفسكم اليوم كبيرة لأن القمر استقر بالكامل عندكم فعشان هيك بتشعروا أنه النشاط واضح عليكم ما أدروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الحظوظ قوية والنتائج حاسمة ما في أي شخص ممكن أنه ينافسك خلال هذا اليوم حاول أنك تطوي صفحة الماضي بترتفع عندك المعنويات مجددا والفترة هاي رح تكون فيها ناشط والفترة هاي هي أساسا ناشطة وواعدة بتطور جيد وحظوظ عالية يعني تعتبر فترة من أفضل الفترات ولكن لو لا انتحست القمر لو أنها هي فترة مميزة خلال هذا الشهر فعشان هيك حاول أنك ما تتسرع بتصرفاتك برج الجوزة يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني طبعا القمر موجود في بيت المتاعب يعني طاقتكم نازلة فعشان هيك بتكون تنجزوا اللي بتقدروا عليه من الأعمال وما تخلوا أعمالكم تتراكم عندكم وحاولوا برضو في نفس اللحظة أنكم ما تهملوا صحتكم يعني بسود جو من الهدوء والملل وممكن تراوح أعمالك مكانها أو تخيب آمالك لسبب أو لآخر أحاول أنك ما توقع على عقد وما تحسم أمر في الأفترة هاي لأنها فترة فارغة من الحضوظ والطاقة فما تراهن عليها شوي ممكن تشعر أنه حتى اللي بوعدوك بأشياء ممكن يخلفوا بوعودهم وأشياء موعود فيها اليوم تلاقيها التغت برج السرطان طبعا القمر الآن استقر في بيت الأصدقاء بالنسبة لإلكم فبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معاكم بدك تحاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك لأنه اليوم ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه فعشان هيك بدك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط أنه ما تعصب يعني بمعنى آخر بدك تتحلى بالهدوء والليونة والصبر ورح تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي الإشي الأهم من هذا كله أنه القمر رح ينتقل كمان أكم يوم يعني كمان يوم ويصير في بيت المتاعب عندك عشان هيك يحاول تنجز كل الأعمال الضرورية قبل الفترة القادمة برج الأسد القمر استخر في بيت السمعة وبيت العمل وبيت العلاقات الاجتماعية فعشان هيك هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرابوا في إدخال تعديل على عملهم أو بيحاولوا يتواصلوا مع المسؤولين بسبب مسؤولين عنهم في العمل بسبب شيء له علاقة بالعمل هذا للأشخاص اللي بيعملوا الفترة هاي لجميع البرج اللي بيعملوا واللي ما بيعملوا وبتحمل هاي الفترة نوع من أنواع الضغوط على عدة أصعدة ليش؟ لأنه القمر يعتبر في بيت سمعة فعشان هيك هاي الفترة بتكون متوترة شوي ممكن اليوم يكون في عندك مواجهة أو ارتباط مهم يعني يا مواجهة حامية بمعنى فيها إثبات رأي أو بيكون ارتباط مهم مع شخصية أو مع جماعة من طبقة راقية شوي فهذا الشيء بيسبب لك نوع من أنواع التوتر بتكون تحاضروا العناد والمشاعر السلبية وما تتغيبوا عن عملكم خلال هذا اليوم برج العذراء القمر صار موجود في البيت التاسع فعشان هيك اليوم بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات الامتحانات القضايا القضائية كل الأمور هاي اليوم ممتاز فيها فعشان هيك بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بيخد تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو على ثقافة جديدة أو على مجال جديد تعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر إذا استغلتها صح فعشان هيك في منكو رح يفكر في أشياء إلها علاقة إما بالسفر أو بأشخاص خارج البلاد برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة إلى الرعاية تعتبر هاي الفترة وجود القمر في البيت الثامن فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر الساد أهم شيء أنك ما تغامر بموقعك وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وحاول أنك تقوم بواجبك على أكمل أو بشكل تام ليش؟ لأن القمر موجود في بيت الأموال المشتركة هذا بيحفز بعض الأمور المالية ولكن أنه برضو بيركز على بعض الأمور العائلية برج العقرب يوم مناسب للقيام بحمل بالطلب تعاون من طرف ثاني طبعا هذا يعتبر القمر في بيت الشراكة المالية والعاطفية فعشان هيك اليوم بوسعكم تعزيز شراكاتكم وخصوصا مع شركاء العاطفة اللي هم الأزواج حفظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم طبعا المش متزوجين مع أي شريك حتى لو شريكك في البيت شريكك في الإفراج شريكك في الغرفة فعشان هيك بدك تنتبه على هذا الموضوع اليوم بتكون الضغطات كثيرة فبدك تحاذر من تأزيم أي خلافة فعشان هيك حاول أن يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس رغم تراكم العمل يعني عندكم قدرة على إنجاز كثير من أعمالكم اليوم لأن القمر موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بدك تنظموا برضو جدول غذائكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة ممكن تلعقق الإصلاة اليوم وتكثر المسئوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل لا تشك بنفسك الفترة هاي بتحمل إنشغالات صحية أو مراقبة صحية أو مراجعات ما فيه إشي بخوف عن المستوى الصحي ولكن بحاجة لرقاب الصحية بردو حاول تنجز كل الأعمال المطلوبة منها برج الجديد ابترغبوا اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء جيدة القمر في البيت الخامس يعني بيت الحظ بيت العاطفة بيت الهوايات بيت الأبناء فبوسعكم ممارسة نشاط فني اليوم أهم شيء ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي أنتو اليوم على موعد بيجي على العلاقة بمصالحة أو لقاء ودي أو عاطفي أهم شيء أنكو تتجنبوا الانتقادات وحاولوا أنكو تسعوا لتلطيف الأجواء بتستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية ما تخليها يعني ناقصة المعاملة وإذا ما زبطت تكرروا المحاولة مرة ثانية برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية القمر في البيت الرابع اللي إلوه علاقة في البيت وفي العائلة فعشان هيك حاولوا أنكو تخصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسئولية كبيرة وممكن تكون على موعد بارتباط مهم ما بجوز الفشل الفترة هاي بتحمل مصاريف منزلية أو بتحمل أشياء لها علاقة بارتباط تصليحات ترتيبات لقاء مناسبة معينة فعشان هيك في عندك ضغط على مستوى البيت والعائلة والواجبات الاجتماعية حاول أنك برضو تهتم فيها برج الحوت بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات اليوم ناشط جدا بما أن القمر في البيت الثالث يعني بيت حليف لا إلك فهذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أو مواجهة أو حوار أو مساعدة اليوم تتمتع أنت بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف وممكن اليوم أنك تقنع أي شخص بوجهة نظرك فعشان هيك حاول أنك ما تسكت ولكن مش بعصبية وحدية حاول أنك تسمع صوتك اليوم بدعوك لتنظيم جدول أعمالك برضو تفادي للإهمال أو التقصير يعني بمعنى آخر بدك ترتب أمورك عشان تستفيد من كل مكاسب هذا اليوم طبعا في النهاية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا خلينا نشرح إيش اللي صار بالضبط يعني اللي يحبوا أنهم يفهموا أنتوا طبعا معارفين أنه إحنا باستمرار يعني أي شيء بصير معي أنا بخليكوا بالصورة أو بفضفظلكوا بمعنى آخر في ناس بتنزعج فطبعا بتقدر تنهي الفيديو وما تسمع الجزء هذا لأنه هذا الجزء للناس المهتمة اللي أنا بفضفظلها وهي بتسمع لي فعشان هيك المش مهتمين ما يكملوش اللي صار أنه يوم حلقة البث المباشر أو ممكن قبلها ولكن هي تحديدا لأنه هي كانت الأثر الكبير حكيت أنا أنه أنا ما بستفيد لا من الإعلانات ولا من اليوتيوب الاستفادة كانت في خلال الشهرين الماضيات كانت هي من الناس اللي انتسبوا الأشخاص اللي انتسبوا في القناة والمبلغ يعني مش هالمبلغ الواو يعني هو كله ما بوصلش ل تقريبا ستة وخمسين سبعة وخمسين دولار يعني كل المنتسبين هذا القيمة الانتساب يعني قيمة الانتساب اللي بيشوفها هي قيمة رمزية هذا واحد والأشخاص اللي بتبرعوا من أثناء بأثناء البث المباشر يعني للسوبرشات هاي وبرضو بتشوفوا أنتو الأرقام اللي بتطلع فبرضو القيمة يعني مقبولة يعني مش انه هاد فيه أشخاص خلال الفترة الماضي الأشهر الماضي اللي قلنا بتتبرع من خلف الكواليس فيه أشخاص كانت تتبرع فذكرنا أنه في ناس اتبرع طبعا منهم اتبرعوا للقناة منهم اتبرعوا إلي للعلاج منهم ساهموا في ثمن أدويتي فيه منهم دعموا الوالد لأجل صحته يعني ما بنكر أنا أي شيء ما في عندي إشي مخبة يعني فاليوتيوب كان يجي مهاجمات الناس تبلغ أو أشخاص معينين يبلغوا بكم هائل أول ما ينزل الفيديو بأنه هذا بيدعو للتطرف وبدعو للعنصرية وللأشياء زي هيك فاليوتيوب يوقف مرابحي من الإعلانات هالي لحد يتما يراجع فطبعا مراجعته وبينما أنا أستنكف وأبعثلهم أنه ما في منه هذا الحكي ويجي موظف اليوتيوب ويسمع فبدو 24 ساعة ما في واحد رح يرجع يسمع حلقة يوم أمس أو الحلقة اللي قبلها فكل الإعلانات هاي رايحة على الهواء يعني رايحة لليوتيوب أنا ما بستفيد منها نهائيا فأنا ذكرت يوم حلقة البث المباشر أنه أنا قاعد بستفيد من الأشخاص اللي بتدعم في القناة المهم في غلطة أنا غلطتها بعترف أني أنا غلطاني لأنه أنا بجهل بالقانون والكل بيعرف أني أنا مش رجل القانون وثاني إشي شخص ما عنديش حساب في البنك أنا حساب البنك لأنه انطلب مني من بعض الأشخاص أنه أفتح حساب في البنك عشان نحول لك على الحساب في البنك وياريتني ما فتحته أساسا لأنه فيش هم اتنين اللي يتبرعوا والمبلغ يعني بيخجل الوحد يذكر قيمته بس أنه تبرعوا فأنا حاطت العنوان تبع البنك كامل حاطه في صندوق الوصف طبعا طلع هذا الإشي ممنوع طلع أنه أنا عشان أعمل هذا الإشي لازم يكون عندي إشي أنا مقدمه لوزارة صناعة والتجارة ووزارة التنمية وميخذ سبب للتبرع شوه أكون مسجل القيمة عشان ما يحتسب أنه لأشياء مخللة الأمن أو أشياء زي هى فأنا طبعا ما بعرف هاي الأمور فأنا رحت حطيت العنوان هذا الشخص أو هدول الأشخاص بعرفوا في هاي النقطة ممكن هم مقروسين منها ممكن صير معهم مشكلة ممكن منهم ناس قانونيين يعني ما بعرف فالمهم مصورين صندوق الوصف أنه أنا حاط الإعلان مع الفيديو تبعي وأنه بيراسلوا للبنك يعني مودين إيميل للبنك الإيميل هاد بالصور وبالتوثيق بالإشي اللي أنا حكنت حاطه بصندوق الوصف يعني أنا ما بنكره إنه هل هذا الشيء قانوني إحنا بدنا نتبرع لهذا الشخص يعني هذا الأسلوب إحنا بدنا نتبرع لهذا الشخص ولكن هل هذا الإحساب موثوق للتبرع شوفوا الطريقة الخبيثة لإيصال المعلومة فالبنك على طول ما أول ما شاف أنه عنوانه محطوط على طول الخط رفع الكتاب للجنة القانونية اللجنة القانونية مباشرة أصدرت بإشي لوقف بطاقة الاعتمان أنا والله ما بعرفشه صراحة يعني أوجهوا لإنذار بإغلاق الحساب إذا أنا ما بشتب هذا الإشي عن الفيديوهات اللي هو العنوان قلنا لهم يا عمي أساسا ما في حدا وما في تبرعات وما في إشي وعادي بشتبه قال طيب أشتبه فرحت أنا شطبت من بداية الشهر لتاريخ حلقة الأمس إنه شطبت كل اللي في صندوق الوصف إنه عنوان البنك مش موجود أوكي خلصنا طلع البنك لا إنه هاي المعلومة مش إنها بتصل للبنك هذا البنك بديوها تصلها للجهات الأمنية وناس تحقق فيي أنا وأنا أروح للجان ولأجهزة أمنية أراجعها عشان يحققوا معي ليش أنا سويت هيك ومين اللي دفع لي ومين اللي حول لي ومين اللي مش عارف إيش فطبعا أنا بكل بساطة رحت يوم أمس راجعت دوائر الأمنية أخذت معي كشفاتي بإني أنا وضع صحي وإنه مصاريفي عالي جدا وإني أنا ما بشتغل وما في دخل يعني وقلت لهم هيك هيك الوضع وأنا هذا اللي عملته من باب حسنية وحتى هاي الحساب كشفات الحساب على حسب البرنامج اللي موجود على التليفون أنا أساسا كل اللي في الحساب واللي وصلوا للحساب يعني ما بجبنيش حق الإبر اللي أنا بأخذها بالشهر فأنا ما بعرف في هذا الإجراء القانوني وما بعرف في هذا جهل مني أنا وأنا تصرفت هذا التصرف فطبعا لازم أنه ضعيف الكل بكبر عليه والكل هذا فطبعا أنه ليش وأنت خالفت وأنت مش عارف إيش وأنت وإنت من هالكلام هات وإذا بدك تسوي هذا الإشي لازم تروح تعمل شركة وتسجل باسم الشركة وترفع كتاب وموافقات قلت لهم لا 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 يا عمي ولا بدي حتى أحط إعلان ولا بدي تبرعات ولا بدي حدا يتبرع لي أنا ناقصني وجع راس كمان يعني حتى فيش تبرع كمان فيه وجع راس لا فلا يا عمي بده حط إعلان ولا هذا هينمشين في هالحية زي ما هي هذا كل اللي صار معي من تقطد لا سلام عليكم طبعا هسا خلينا البيبال اللي بده يتبرع عن طريق البيبال هاي البيبال موجود اللي ما بعرف يستخدم البيبال وبقول لي عمي أنا ما بعرف غير أني بدي أحول من مكان لمكان فإما عن طريق اللي هي تحويلات الصرافين وإذا بدنا نضطر نستخدم البنك فعن طريق الرقم الشخصي يعني بيتصل معي أو ببعث لي رسالة عن الرقم الشخصي أنا ببعث له ياهن عن الرقم الشخصي وبصير تعاون بينه وبينه بدون ما أعلن عنه إعلان على القناة وهذا هيك أفضل شي أما اللي حولوا أنه عليهم مشاكل أو بصير عليهم مشاكل ما في عليهم أي مشاكل لأنه سألت المحامي تابعنا أنه هي المشاكل أنا اللي بتحملها بس لأنه أنا اللي أعلنت أما هم ما في أي شي ضد أي واحد وما حدا رح يسأل ولا حدا رح يحول أساسا مساءلات عن هذول الأشخاص لأنه ما لهم حق بأنهم يستفسروا عن هذا الموضوع لأنه المبلغ أساسا نزل في الحسابات وانتهى الموضوع بس هي هاي هي كل القصة اللي صارت فمعلش يعني بتشوفوا يمكن اسمعتوا شوية أصوات في البداية الفيديو أنا بسجل في النهار لأنه البرضو اليوم أنا ما أخذ جرعة وتعبان جدا فلازم أني أنام وأوخذ أدويتي فاضطريت أني أنا أسجل في الذروة في ساعة أنه في حركة في الشوارع وفي صوت وفي أطفال وسيارات وهذا فإن شاء الله أنه ما يكون طالع الصوت واضح يعني وما يشوش على التسجيل وبعتذر أني طولت عليكم وفي النهاية جكر فيهم شكرا للكم أنهم يعطلوا سعيد أو أنهم يوقفوا سعيد أو يوقف سعيد عن القناة ما رح أوقف ورح أظل أنشر ورح أظل أكشفكم ورح أظل أحكي الإشي الصح وما رح أجاركم وما رح أمشي مثل ما بدكم وأنتو حري ضلوا اشتغلوا وسووا اللي بدكم أقول لكم لو بجنيش ولا تعريفة ولو بظلني قاعد أبرم وأحكي وأرفع بالنسبة لي عادي أنتو اللي ضيعين وقتك في هذا الموضوع وخلي هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء